استعرض وزير التربية في مصر خلال الجلسة العامة بمؤتمر أسبوع التعلم الرقمي 2024 بفرنسا التحديات الرئيسية التي تواده منظومة التعليم في مصر ودمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم أشار الوزير إلى حرص الوزراء على تدريب المعلمين وتقديم الدعم اللازم لهم حتى يمكنهم العمل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في العمليات التعليمية